اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة مرمجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي كتبت صحيفة الڭارديان البريطانية تقريرا أو دراسة عن العراق وتحدثت بها في هذه الدراسة تحدثت الجارديان البريطانية في هذه الدراسة عن البيئة العراقية الحقيقة وسأرد تحدث لكم عن ثلاث نقاط وردت في هذه الصحيفة ربما ثلاث نقاط قالتها بالنص هذه الصحيفة ولكم أن تتخيلوا وضع العراق وهو يرصد بهذه الشكل صحيفة الڭارديان البريطانية تقول العراق ليس تقول بالنص العراق يسير على طريق كارثة إنسانية وبيئية نتيجة الاستمرار إهمال ملف معالجة البيئة العراقية وتصاعد حدة الجفاف والتصحر إلى مستويات غير مسبوقة هناك كارثة إنسانية العراق يمضي إليها مغمضة العينين ويدفع إليها دفعاً من قبل السلطات الحاكمة في العراق منذ 2003 لحد الآن تدفع العراق باتجاه كارثة إنسانية وبيئية هائلة لا يمكن علاجها لأنه ملف هكذا تقول الصحيفة ملف معالجة وهو واقع طبعاً يتحدث عن واقع نعرف كلنا أهل العراق وعرفوه للجنوب وهل الشمال تتحدث عن إهمال ملف معالجة البيئة العراقية وتصاعد عدة الجفاف والتصحر إلى مستويات غير مسبوقة وتقول الصحيفة أيضاً العراق وخصوصاً في المناطق الشمالية يعني حتى لا أحد يقول هذا مختص بالمنطقة الجنوبية مختص بالغربية بالشرقية لا لا هذا عموم العراق البيئة العراقية بشكل عام تقول أن العراق وخصوصاً في مناطقه الشمالية فقد نحو 90% نحو 90% أعيد هالمرة الثانية من ناتج مزارعه العام الماضي مزارع العام الماضي أعطت ناتج في هذه السنة 2022 فقد العراق نحو 90% من نتاج تلك المزارع نتيجة للتلف التلف المحاصيل بسبب شحة المياه تدهور الأراضي والبيئة بشكل عام فيما ذهبت إلى الجنوب فيما تحتضر الأهوار العراقية بسرعة كبيرة طبعاً إذا نحن لدينا الأراضي الخصبة كثيرة لكن في الشمال الأراضي الخصبة يزعون بها كثير من الموارد وخاصة الحنطة وغيرها والفواكه ومزارع كبيرة جداً تسعين بالمئة من ناتج هذه فقدت أكثر من تسعين بالمئة ويذهب إلى الأهوار تحدث الصحيفة عن الأهوار هذه قضية الأهوار لأن الذين عاشوا المرحلة سبقت احتلال العراق كانت هذه هذه قوة ما يسمى بقوة المعارضة التي تحكم العراق الآن هذه لحظة من حزب الدعوة ومجلس الأعلى ومعرف منه كل شخصيات ليس فيهم أحد لم يتحدث عن البيئة والأهوار وقالوا أن الأهوار تركت ولا يجوز وهذا قتل السكان وقتل الشيعة ودخلوها بقضية طائفية وأججوا الناس وأججوا العالم واحدة من النقاط التي أوردتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعتدي على العراق هي قضية الأهوار أن العراق النظام كان وهذا ليس أدفاء عن النظام أنا أتكلم عن عقائق جرت عن وقائق جرت والكل عاشها ولاية المتحدة حتى على سامبوش تحدث عن الأهوار أن الأهوار وتحدثت أولو برايت وزيادة الخارجية في وقتها وبعدها قوندليزا رايس عن الأهوار وكولم باول أنه ما يصير وأهلها لأنه شيعة لأنه كذا قضية غريبة عجيبة كان هدفكم تمزيق المجتمع العراقي إظهار هذه المساوة إظهار هذه الفروق إظهار هذا الشيء لكي يقولوا أنه يعني هناك سلطات إذن هم مؤمنين أن هناك سلطات مسؤولة عن عن وصول إلى هذا المستوى سلطة هي المسؤولة عن وصول هذا المستوى طي منذ عشرين سنة لحد الآن الأهوار تعيش حالة اليوم هي أسوأ مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي عندما كان العراق محاصرا هذه الفترة التي حزر فيها العراق وماكن موارد وماكن مصيبة الآن أسوأ من تلك الفترة بكثير تصحر الأهوار جفت حالة يعني لذلك تصفها جريدة القارديان صحيفة القارديان تصفها تحتضر الأهوار العراقية بسرعة كبيرة وهذا واقع الحال فأين هذه القوى التي كانت تسمي نفسها معارضة واليوم تحكم العراق من الأهوار ومن الناس ومن الشيعة ما هي قالت إحنا جئنا من أجل الشيعة ومن أجل مظلوميتهم هذه مظلوميتهم ماذا حققتهم من مظلومية أنتم ظلمتم الناس جميعا ظلمتم كل العراقين سنة وشيعة وكراد وعرب وكتوركمان وكل وفئة صغيرة هي فئتكم الحزبية الشريحة السارقة الفاسدة سرقت أموال العراقين وسرقت حياتهم وسرقت حتى أحلامهم وسرقت استقرارهم وأمانهم رضاهم عن نفسهم وتصالحهم مع مجتمعهم مع نفسهم معجرانهم وصلت الحال إلى البلد إلى حال يرثى له يعني سبحان الله عموما نرجع إلى الصحيفة الصحيفة قالت أيضا في العراق وهذه الحقيقة المرة في العراق ورصدوه بشكل واقعي ودقيق وقلناها أكثر من المرة في العراق تتحول فيه الأزمة إلى كارثة كل أزمة مهما كان الصغيرة تتحول إلى كارثة لأنه ما كان لاجل والسبب في ذلك تحول الأزمة إلى كارثة وكارثة كبيرة هو الفساد البلد غير آبه بالتصحر هذا النظام السلطة غير آبه غير مبالية بالتصحر جفاف الأنهار والحفر غير القانوني الآن الكثير يحفرون بشكل غير قانوني الحصول على المياه الجوفية وهذا أدى إلى الاختفاء بحيرة الساوى هذه البحيرة الجميلة الرائعة التي كانت واحدة من العجائب من أجمل البحيرات الموجودة في العراق بحيرة الساوى اختفت انتهت وتصحرت وانتهت لأن الكل يحفر بشكل غير صحيح واختفت وقريبا تحدث الصحيفة سيشهد العراق إجرت عشرات الآلاف من المزارعين عشرات الآلاف من العوائل طبعا من المزارعين من القرى والأرياف إلى أطراف المدن وإلى المدن نفسها بعد فنائها هذه الكارثة الحقيقة البيئية لم تعالج كم هي تخصيصات الموازنة منذ عام 2003 لحد الآن للبيئة العراقية ماذا فعلتم للبيئة العراقية ماذا فعلتم للأنهار قلة المياه هل بنيتم سداً واحداً هل بنيتم خزاناً واحداً أنت تصالحوا مع الجميع وتأتوا بالأموال وتفكرون بأساليب وطريقة تفاهمون مع الدول وكي توفرون الأموال توفرون المياه وكيف توسعون الزراعة وتوسعون الأراضي المزروعة بالخضار توسعون الخضرة الأرض الخضراء في العراق كل الدول تسعى إلى زيادة الخضرة إلا نحن لا لو قدر لك أن تكون في طائرة فوق العراق لن تجد إلا صحراء قاحلة سبحان الله صحراء قاحلة من شمالها إلى جنوب ستجد خطاً خفيفاً ربما لن ترصده إلا إذا كانت الطائرة كلش يعني هابطة وفي في مستوى كلش واطة تطير ستجد خطاً صغيراً عند أكتاف بعض الأنهار من الخضار والباقي كلها صحاري هذا شنو السبب تججير انتهى الزراعة تججيع الزراعة انتهت وحولوا البلد إلى بلد مستورد وبلد يعيش على الآخرين وأسواقها مليانة فواكه وخضر كلها من إيران وغير إيران والفلاح عليه أن يترك الزراعة ويذهب إلى المدن لذلك مدينة بغداد الآن هم يتحدثون عن تسعة ملايين العدد الحقيقي أكثر من 12 مليون يسكنون مدينة بغداد ثلث نفوس العراق يسكنون في مدينة واحدة لاعظ الكارثة الكبيرة فهذا جزء من الكارثة التي من الأزمات التي تحولت إلى كوارث مثل ما تقول القارديان بسبب الفساد فساد هذه الحكومات عدم اهتمامها لا بالبيئة ولا بالجفاف ولا بالزراعة ولا بأي شيء ولا بالإنسان بكل شيء لا تهتم سوى اهتمامها بالفساد وكيف ينمون أموالهم ويسرقون من الشعب ويسرقون من العراقيين ويسرقون من من تخصصات معينة والمشاريع وهمية وكيف يلعبون على العراقيين هذه كل القضية وكيف يبقون على الكراسي هذا واقع الحال وعشرين سنة تثبت ذلك ومن يتحدث عن تأييد دولي وإقليمي للعراق باطل 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 لأن كل الإقليم كل دول العالم كل دول الإقليم كل العالم يعرف هذه الكارثة في العراق فمن يؤيد هذا النظام ومن يدعمه ويؤيد هذه السلطة من يدعمها بهذا الشكل هو مشارك معها مع الأسف الشديد ويسعى لخراب العراق والعراقين ويدمر العراقين هذا واقع الحال الحقيقة من يقف مع الشعب العراقي عليه أن يقف ضد هذا النظام لا يقبل بهذا الفساد وهذا الخراب الذي يعني أكل اليابس والأخضر وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة